عندنا 63 ألف وتقريبا 520 أو 22 عدد متغير يصير إطلاق صراح يتم استلام نزلاء جدد لكن آخر الإحصائية كان عندنا 63 ألف و 520 تقريبا مع الوزير الرقم اللي ذكرته تعتقد رقم كبير جدا 63 ألف السجون اللي عندك تكفل وتحتاج بوحدة من زيارات مع الوزير اللي أحد المحافظات دخلت إلى أحد السجون وخلقوا لك بصراحة هو متعلق بالمخدرات فأجيت لقيت القاعة كل شبال يعني ليش هالشكل قالوا أستاذ ذول أغلبهم محكومين لكن ماذا نوديهم إلى وزارة العدل لأنه ما يكون مكان صحيح أحنا الطاقة الاستيعابية لوزارة العدل تبلغ إذا طبقنا المعايير الدولية للحقوق إنسان 20 إلى 25 ألف نزيل يستوعب سجونة والأقسام السجنية لكن احنا عدنا هذا العدد الهائل لذلك هذا يأثر فأحنا لما بدأنا باستلمنا الوزارة أردنا أن تبدأ خطواتنا بشكل ممنهج أن لا نذهب إلى مثلا حلول ترقيعية لذلك درسنا الوضع في دوائر الإصلاح وشخصنا سبع مكامن الخلل في دوائر الإصلاح وبينا رؤية معالجة وآلية معالجة هذا الخلل الموجود أنا عندي الآن برنامج أريد أن أنفذه من هنا إلى سنة 2025 وألزمت نفسي بها كي يكون أعالج هذه المشاكل لذلك مثلا المشكلة الأولى مشكلة الاكتظاف هذا الاكتظاف سببها أي كان نحن عدنا اكتظاف لذلك رأينا في وزارة العدل الحال تكمن بطريقتين آليتين الآلية الأولى الآلية القانونية آلية القانونية تتعلق بإصدار جملة من القوانين التي تخفف من الاكتظاف في السجون الآلية الأولى مثلا إصدار قانون العفو العام من خلال تعديل قانون العفو وفقا لموارد في المنهاج الحكومي المصود عليه من قبل مجلس النواب حتى ما ندخل في توسعات وشرح والتفسيرات هذا رؤية الوزارة تشريع هذا القانون وفقا لما منصوص عليه في المنهاج الحكومي إقرار القوانين البديلة أو العقوبات والتدابير البديلة وهذا الدول المتقدمة الآن يعتمدوها وفعلا لم فقط كلام نحن نطرحها كتبنا مشروع قانون وأرسلناها إلى رئاسة الوزراء وعقوبات البديلة مثلا بعض الجرائم ممكن أن يتم فرض عقوبة أو تدبير بديلة عن السجن مثلا غرامة مالية كبيرة لمن قضى مثلا خمسين بالمئة من مدة محكوميته وتبين حسن سلوكه وسيرته طبعا على أن لا يشمل جرائم الإرهاب وكذلك جرائم الفساد المالي والإداري وإضافة مثلا السوار الألكتروني الذي يستخدم الآن في جرائم المخالفات مثلا لمن هو ستة أشهر محكوم أو شهر أو كذا أو جرائم الجنح الصغيرة ممكن أن يكون بديل إضافة إلى التدابير الأخرى المتعلقة بالأحداث وأيضا الإطلاق المبكر إطلاق صراحة المبكر لمن استطاع أن يقدم خدمة جليلة مثلا للمجتمع خلال وجوده في السجن لمن تعلم مهنة معينة بعد لا تخشى عليه عندما يخرج من السجن يهدد الأمن المجتمع هذا قدمناه هذا موجود في رئاسة الوزراء وتم إحالتها إلى مجلس الدولة لذلك نحن جديين نؤمن بما قدمنا القضية الأخرى المتعلقة بالتعامل بشكل أكثر موضوعية مع التعاطي مع المخدرات خاصة الشباب الذين يقبلون إلى هذا الأمر مثلا أن يتم محاكمتهم والحكم بموجب المادة التي يعطي الحق للمحكمة بإعطائه إلى مصحات قسرية يبنى من خلال وزارة الداخلية تكون مصحات قسرية أشبه بالسجن لكن يتم هناك يتعافى من إدمان من المخدرات ولا يحكم عليه باعتباره مدانا واعتباره جريمة لذلك هذا يخفف عليه في الاكتظاظ القضية الأخرى المتعلقة مثلا من الناحية الإطلاق صراح من يتم انتهاء محكوميته بسبب البيروقراطية الموجودة والإداريات الموجودة وانت تعرف كتابنا وكتابكم يتأخر إطلاق الصراح لذلك طرحنا أن يكون هناك قاعدة بيانات ألكترونية مؤمنة بين وزارة العدل ومجلس قضاء الأعلى والجهات الأمنية يطرح الإسم والبيانات هناك وعندما ينتهي اليوم المحدد لإطلاق الصراح والجهات الأمنية والقضاء ما عنده شيء ما محكوم بجريمة أخرى يطلع وقتها مثل الدول الأخرى وهذا أيضا مثلا أدرزنا في موازنة 2023 والآن نحن بصدد مخاطبات مع وزارة الاتصالات والجهات الأخرى وفعلا شكلنا لجنة من هذه الجهات والآن بدأنا بالخطوات العملية مثلا هذا فيما يتعلق بمعالجة الناحية القانونية لمعالجة الاكتظاظ أما الناحية الأخرى تتعلق ببناء سجون سجون وفق معايير دولية لاستيعاب هذا لأنه اليوم نعم صحيح عندنا ستين ألف لكن العراق أيضا فيها نمو سكاني لذلك بالتأكيد كلما وجد البشرية والمجتمعات توجد جريمة لذلك لا بد أن يكون أيضا نبني مؤسسات سجنية جديدة تستوعب الأعداد الأخرى التي تأتي ونكون أمام أقسام سجنية مبنية وفق معايير جديدة تتلاءم مع حقوق الإنسان ومع الاتفاقات المتعلقة بحقوق النزلاء ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا